النهار ده الجمعة عجازة وهشوف الزمالك يبقى مش عايز حاجة تاني من الدنيا خلاص احلمنا مبالغ فيها شوية لا شويتين مش شوية بس للأسف مهما بلغت درجة تعرفك بشخص ومعرفتك بيه ومهما بلغ اللي بينكم من تقارب ومهما امنت ووسقت فيه تأكد ان فيه خزوء متشلك لوقت عوزع فما تصعبهاش على نفسك عشان فرقة هاش ملهاش اي تلاتين لازمة كطار الزمالك العطلان سبحان الله عطلان بس بقى أسرع من ان انت تبص من شباكه خصوصا ان كل اللي برا عمره ما يتغير مهما بلغت درجة تفاقلك ميردش ربنا كسما بالله فيه نوع جديد من الصدمات اكتشفته مؤخرا ان انت تعتقد ان الزمالك ده حاجة ويطلع ولا حاجة مرتضى منصور عايز مننا ايه اخر بطول الدوري ابطال افريقيا بطولة كرية من اتنين وعشرين سنة كنت منظور هامس بنتي الدوري ضاع والكاس ضاع ميردش ربنا مصطفى محمد وفرجاني الساسي ومحمد اوناج مطارق حامد ومصطفى فتحي واشرف بن شارقي واخيرا امام عشور ميردش ربنا كسما بالله امام عشور اللي المدير الفني الشباب بالوزداد قال لك كنت قارب فرقة الزمال الكويس وعارف ان اخطر لاعب فيهم لاعب خط الوسط امام عشور جي ما لاقهوش عشان بسبب الادارة الخينة ربنا ينتئم منك وكلكو في الايام المفترجة اللي احنا دخلين عليها والله ما يرضي ربنا اقصى تنوح ليا وبقى حلمي في 2023 ان الزمالك ينسحب من دور الابطال بلاش فضايح خلى عند ابوك دم هم مش لعبة اوساخ قصما بالله لا دول لعبة اولاد ناس بس دالك والي تبتاحهم الحاكم رفع سبع دقايق اخويا قال له حرام عليك قلت له لو قاعدوا سبع تيام مش هيجيبوا جوال دول لعبة نص قمة مفيش لعب فيهم ضكر معدر قيمة التشيرت انا ما كنتش فاهم ازاي انسان في الحياة بيصنع حيز من الارض حيز من الارض ومية وضوء وشمس وغزور وسماد وجرارات ومحاريس وعملية بناء ضوء كاملة عملية بناء ضوء كاملة عشان يزرع حاجة زي اللوبيا لوبيا يا زمالك لوبيا يا زمالك انت ممكن تشتري تلاجة بمية الف جنيه عشان فيها خاصية القرونيزو والمينز زيرو اللي انا وانت ما نعرفش عنهم اي حاجة على الاطلاق وممكن تدخل الساربكس بدماغك على تلات اربع اسئلة تلاقي نفسك بتشرف فينجان خارة فرنساوي على لعبة الزمالك وادارته عموما ان انت تكون زمالكاوي دي نعمة بس احمدوا ربنا ان هو حرمكم منها